بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم نواصل الحديث عن القواعد الإملائية كتابة الهمزة المتطرفة كيف تكتب الهمزة المتطرفة؟ الهمزة المتطرفة هي الهمزة التي تكون في آخر الكلمة الهمزة التي تكتب في آخر الكلمة مثل هذه الكلمات نلاحظ أن الهمزة هنا في آخر الكلمة ولكن هذه الهمزة المتطرفة في آخر الكلمة قد تكتب على السطر وقد تكتب على ياء وقد تكتب على ألف أو على واو في آخر الكلمة طيب متى تكتب في هذه الحالات أو كيف تكون الهمزة المتطرفة تابعة لحركة الحرف الذي قبلها إذن الهمزة المتطرفة تكتب على السطر أو على ياء أو ألف أو واو تابعا لحركة الحرف الذي قبلها الحركة هي الفتحة أو الضمة أو السكون أو وهكذا إذن ضمة وفتحة وكسرة وسكون إذا كان الحرف الذي قبلها ساكنا أو متحركا يعني مفتوحا أو مكسورا وهكذا إذن تكون الهمزة المتطرفة تابعة لحركة الحرف الذي قبلها فهي ترسم الهمزة المتطرفة بعد أن نلاحظ حركة الحرف الذي قبلها أولا فإذا كان الحرف الذي قبلها أي الحرف الذي قبل الهمزة المتطرفة كان حرف مد وطبعا الحروف حروف المد الثلاثة هي الألف والواو والياء إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة الهمزة المتطرفة في آخر الكلمة حرف مد فإنها ترسم هذه الهمزة المتطرفة ترسم مفردة على السطر ترسم على السطر مثل كلمة وضوء كلمة وضوء وطبعا حرف المد هذا حرف المد هنا هو الواو مسبوك بضمة طيب بناء حرف المد الألف مسبوك بفتحة سماء حرف المد الألف مسبوك بفتحة يجي حرف المد الياء مسبوك بكسرة يوسي حرف المد الياء مسبوك بكسرة أيضا إذا حرف المد الألف الحرف الذي قبلها عليه فتح طيب الواو الحرف الذي قبلها عليه ضمة الياء الحرف الذي قبلها تحته كسرة بإذن الألف قبلها مفتوح والواو قبلها مضموم والياء قبلها مكسور هذه هي حروف المد بإذن الحالة الأولى ترسم الهمزة المتطرفة على السطف إذا كان الحرف الذي قبلها حرف مد ألف أو ياء كما في هذه الكلمات أيضا تكتب الهمزة المتطرفة على السطف إذا كان الحرف الذي قبلها ساكنا مثل دز حرف إزاي هنا ساكن بط الطاء ساكنة بد الدال ساكنة شيء الياء ساكنة عب الباء ساكنة طيب إذن ترسم الهمزة المتطرفة على السطر إذن في حالتين هنا الحالة الأولى إذا كان الحرف الذي قبلها حرف مد وإذا كان الحرف الذي قبلها ساكنا في هاتين الحالتين ترسم وتكتب على السطر طيب ترسم بعد ذلك على ياء على نبرة يعني أو على ياء إذا كان الحرف الذي قبلها مكسورا إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة المتطرفة مكسورا مثل كلمة قارئ هنا لم ترسم على السطر وإنما رسمت على ياء أو على نبرة ياء أو على نبرة طيب إذن نقول قارئ لماذا رسمت على ياء؟ لأن الحرف الذي قبلها مكسور شاطئ إذن هذه ليست ياء يعني لا تنطق ياء وإنما هي ترسم على ما يشبه حرف الياء يعني اللي هي نبرة أو ترسم على ياء طيب قارئ شاطئ لاجئ يخ طئ إذن الهمزة كتبت على ياء هنا لأن الحرف الذي قبلها حرف مكسور حرف مكسور إذن كلمة شاطئ تكتب على نبرة تكتب على نبرة أو على ياء وهكذا باقي هذه الكلمات أيضا تكون الهمزة المتطرفة مرسومة على ألف إذن كان الحرف الذي قبلها مفتوحا مثل كلمة مل جأ مل جأ وأنشأ أنشأ أنشأ هنا فعل إنما كلمة مل جأ اسم ملأ قرأ ملأ وقرأ وهكذا إذن لماذا رسمت أو كتبت الهمزة هنا على ألف لأن ما قبلها مفتوحا هنا رسمت على ياء أو على نبرة لأن ما قبلها مكسور بعد ذلك متى ترسم على واو إذا كان الحرف الذي قبلها مضموما بنلاحظ في كل هذه الحالات أن الهمزة المتطرفة ترسم تبعا لحركة الحرف الذي قبلها فترسم على ما يناسب ذلك نقول لؤ لؤ تبا تكافؤ بإذن رسمت الهمزة أو كتبت الهمزة على واو هنا لماذا؟ لأن ما قبلها مضموم الحرف الذي قبلها مضموم فإذن الواو تناسب الضمة والألف تناسب الفتحة والياء تناسب الكسرة لاحظ أنه في حالة تنوين الهمزة المتطرفة يعني إذا نونا وضعنا تنوينا فوق الهمزة المتطرفة التي قبلها حرف ساكن التي قبلها حرف ساكن قلنا أنها ترسم على السطر مثل كلمة جزء وبطء وبدء وشيء وعبء هذه همزة متطرفة قبلها حرف ساكن فإنها ترسم على السطر طيب في حالة تنوين الهمزة المتطرفة بس مش كل همزة متطرفة في هذه الحالة التي قبلها حرف ساكن طيب في حالة التنوين بالفتح فإنها تكتب على نبرة إذن بقولنا أن هي كانت تكتب على السطر ولكن في حالة التنوين بالفتح تكتب في هذه الحالة على نبرة تحولت من الكتابة على السطر إلى الكتابة على نبرة فمثلا كلمة شيء كلمة شيء كانت تكتب هكذا على السطر شيء ولكن في حالة التنوين بالفتح فإنها تنتقل إلى النبرة هكذا إذن تكتب على نبرة وكذلك كلمة عب كلمة عب كانت ترسم هكذا على السطر الآن أصبحت على نبرة وكلمة دف هكذا دف أيضا وهكذا إذن في حالة التنوين بالفتح ترسم على نبرة بعد أن كانت ترسم على السطر ولكن بشرط أن يكون الحرف الذي قبلها ساكن في حالة نصب كلمة بها همزة متطرفة قبلها ألف مد في هذه الحالة في حالة النصب نصب الكلمة التي بها همزة متطرفة وقبلها ألف مد في هذه الحالة فقط يعني كما هنا برضو في هذه الحالة فقط طيب كان قبلها ألف مد مثل سماء و ماء فإننا لا نضع ألفا بعدها يعني كل سماء بدون ألف هنا وماء وهواء فإننا لا نضع ألفا بعدها لماذا؟ لأن الهمزة لا تقع بين ألفين يعني حتى لا تكون هكذا هذه ألف قبلها وهذه ألف بعدها إذن لا تكتب الألف بعدها في هذه الحالة لذا لا يصح كتابتها هكذا بهذا الشكل بإذن هذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ أيضا بإذن في حالة النصب في حالة النصب فقط يعني ليس في حالة الرفع أو حالة الجر نصبا فقط في حالة النصب بشرط أن يكون قبل الهمزة المتطرفة ألف مد ألف مد ما معنى ألف مد؟ يعني ألف والحرف الذي قبلها مفتوح مثل كلمة سماء ماء هواء هواء هكذا بإذن هذه ألف مد وقبلها مفتوح ألف مد قبلها مفتوح هذه تسمى ألف مد لماذا؟ لأنه لا يصح كتابة الهمزة بين ألفين إذن تعلمنا وعرفنا كيفية رسم الهمزة المتطرفة رسما صحيحا في جميع هذه الحالات وعرفنا أن الهمزة تابعة لحركة الحرف الذي قبلها فإن كان الحرف الذي قبلها ساكنا أو حرف مد تكتب على السطر وإن كان مكسورا تكتب على طرف الياء كما لاحظنا على الياء على طرف الياء وإن كان مضموما تكتب على الواو طيب وإن كان ساكنا تكتب على السطر تكتب على الواو شكرا